موسيقى هيتعرفك على تاريخ البريد من خلال 15 قاعة جميلة وجديدة حتى تم تطويرها في الفترة اللي فاتت القاعة الأولى هي قاعة الاتصالات في العصور القديمة والقاعة التانية هي قاعة الاتصالات في القرن 19 في القرن 19 حصلت إنشاء هيئة البريد سنة 1865 والقاعة اللي بعدها التالتة بتحكي على أول إصدارات للتوابع المصرية القاعة الرابعة بتحكي على سنديق البريد يعني بعدما عندنا توابع بتتلزق على الخطابات ابتدى أن الناس لازم تستخدم سنديق البريد عشان ترمي الخطابات وديكت حاجة جديدة جداً في مصر وابتدى بقى فيه إعلامات كثيرة بتحكي على السنديق وزي إن هما بيشجعوا إن هما يستخدموا السنديق القاعة البعادية هي أهم قاعة وهي قاعة رجل البريد وإحنا بنسل قصة رجل البريد رجل البريد بيعمل إيه غير إنه هو بياخد الخطابات وبيختمها وبيوزنها وبيوصلها لجهاتها لكنه كان برضو بيلعب دور أساسي مش بس في خطابات عادية لكن كمان في زون خزانة يعني فلوس وحكاة ساكل بعدين بنحكي على تصنيفات التوابع تصنيفات التوابع معناها إن مش كله توابع زي بعض فيه توابع بريد جوي فيه توابع بريد عادي فيه ورد توابع بريد تسكرية اللي هي بتصدر لما يكون فيه يعني مناسبة خاصة زي مثلا إنشاء مثلا مؤسسة جديدة أو زواج ملكي أو كده فيه قاعات بتحكي على الطرق المواصلات إزاي كان البريد بيوصل لجهاته مثلا الأول كنا بنستخدم الجمال والحسنة وبعدين الفلوكة وبعدين المراكب وبعدين سكة الحديد وبعدين الطيران والنهاردة طبعا الدنيا اختلافت جدا المتحف بيصور تاريخ البريد المصري عبر المية ستة وخمسين سنة اللي فاته أو الطبع بريد مصري يعرفتوا مصري كانت 1866 ومصري كانت من أوائل الدول أصدار الطبع بريد المتحف فيه مقتنيات يعني تعتبر قيمة أثرية عالية جدا وفيها حاجات نوادر مش موجودة في أي مكان طوابع البريد واللي هيخش المتحف سواء شخص هاوي بريد أو شخص عادي هيشوف تطور البريد من أول طبع لغاية النهاردة التقنية الحديثة اللي دخلت ودي برضو هتبقى موجودة في المتحف ولها شرح تفصيلي هي دخول مصر الرقمية ووجود على طابع البريد مربع صغير اللي هو الكيو آر كود ده اللي ممكن من خلاله قراءة تاريخ الطابع دود بتفاصيله لمن لا يعلم بتدهز الفرصة أن أنا بقول دي دعوة للمدارس أن تفكر أن تعمل جولات إلى زيارة المتحف لأنه بمنتهى البساطة الطالب من دول أو الطالبة من دول حيخش هنا يقرأ من طوابع البريد يعرف تاريخ الأمة المصرية الطوابع البريد هي ذاكرة الأمة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر